ززايد لأطفال التوحد شكل محاطة بارزة من زيارة ملكة إسبانيا السيدة لتيسيا أورتز روكا سولانو في يومها الثالث والأخير هنا بالمركز كانت السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وفي قاعة الاجتماعات بالمركز تابع الوفد فيلما وثائقيا يستعرض أهم الخدمات التأهيلية المتخصصة التي يوفرها المركز للأطفال المصابين بطيف التوحد كالتشخيص والتكفل بالحالات الخاصة واحتضان وتأهيل هذه الفئة الهامة من المجتمع كما تجول الوفد في مهتلف أغسام وقاعات المركز التي تضم أغسام التأهيل وتدريس وتعليم الكتابة وتقويم النطق والتواصل وتعديل السلوك إضافة إلى العلاج الطبي والطبيعي والوظيفي وتقديم خدمات الإرشاد الأسري واستمع الوفد كذلك إلى شروح توضيحية حول وظائف وأدوار هذه الأقسام وطرق تكوين أطفال التوحد بواسطة متخصصين طبيين وتربويين في هذا المجال كما سارت السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه رفقة ملكة إسبانيا معرضا لبعض ما ينتجه أطفال المركز إسهاما من القائمين عليه في تنمية الحركات الذهنية لهم بعد ذلك دونت ملكة إسبانيا في السجل الذهبي للمركز انطباعتها بعد هذه الزيارة التي تجسد عمق الروابط بين البلدين الصديقين وكانت ملكة إسبانيا قد أدت زيارة ميدانية رفقة وزيئة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية متنتهاه إلى جانب رئيسة جهة واقشوت السيدة فاطمة منت عبد المالك لمشروع الانتاج الزراعي بالكيلومتر 17 وتجول الوفد داخل هذا المشروع الممول من قبل التعاون الإسباني والمنفذ من طرف جهة واقشوت واستمعت إلى شروح من القائمين عليه تتعلق بمكوناته الزراعية والتي تشمل زراعة 600 شجرة مثمرة وفرص العمل المباشرة التي يوفرها للعاطلين من خلال استصلاح القطع الزراعية بهذه المنطقة وتوفير جميع مدخلاتها المحاطة الأخيرة من الزيارة كانت المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية الذي يدخل ضمن مكونة الصحة من برنامج أولوياتي وداخل أجنحة وأقسام هذا المركز تجولت ملكة إسبانيا رفقة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وتعرفوا من القائمين عليه على أهدافه التي من ضمنها التكفل بجميع الحالات الطبية المستعجلة والطارئة من خلال استخدام الإسعافات الأولية ترجمة نانسي قنقر